97% من المياه الواصلة إلى المنازل في غزة غير صالحة للشرب والاستخدام الأدمي وفق آخر إحصائية لسلطة المياه وجودة البيئة ما اضطر المواطنين إلى البحث عن بدائل وإن كانت بتكلفة مالية أعلى وجهد أكبر هذه الصهريجو هي سبيل أغلب مواطني غزة للحصول على المياه الصالحة للشرب بعد ملئها من المحطات الخاصة تبدأ الشحنات في عملية النقل نحو المنازل ومن ثم ضخ الحمولة في براميل على الأسطح هنا يسعى أبو محمد إلى تخزين ما يكفي عائلته من المياه لمدة شهر على الأقل كيف المعاناة لما نطلع البربيش عشان أعبئ الماء الحلوة المعاناة تبعتنا معاناة باستمرار معاناة يومية في النسبة للماء وخصوصا الماء المالح والماء الحلوة يعني مشكلتنا مشكلة ما شاء الله عليها نتمنى أننا نتحل ولكن للأسف المشكلة عمال بتزيد تاني يعني أنا لما بصف في الماء الحلوة مرات بكون الرجل مشغول وأنا عاذره من كتر الضغط اللي عليه لأنه الماء كل الناس عمال كل غزة تقريباً بتأخذ الماء الحلوة بعض المواطنين يتزودون بالمياه عبر صنابيرة وفرتها مبادرات أهلية ضعف مصادر المياه والسنزاف الخزان الجوفي وضعف البنية التحتية وغياب المشاريع الاستراتيجية إلى جانب الإجراءات والقيود الإسرائيلية عوامل ساهمت بحسب مختصين في تفاقم أزمة المياه الصالحة للشرب محمد بعلوشة المشهد غزة